السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتشبه قناة بالبرس سهلين وسهلين بكم في هذا البتش المباشر احنا مع الاخت امال لي عندها مشكل ديال الاستفادة امال مندوي مندوي الحقوق قيشية ريبوا ليهم في الحياة الرياض هذه مدة طويلة وهي كتناضل على السكن ديالها عندها الوتائق كلهم كيتبتوق بانما خاصها تاخد الحق ديالها لكن بقى مخدرش الحق ديالها خليها هي اللي غادة تكلم بالليسن ديالها وغلي غادة تقول لنا يعني في هاد الموضوع شنو المشكل ديالها اختي امال مرحبا بك على قناة بالبرس اهلا وسهلا الاختصة عشر بزاف امال انت مندوي الحقوق قيشية ريبوا ليكم حياة الرياض نعم من بعد بدات المعاناة نعم اخديشي شي حق ديالك او لا اخديشي اولا وقبل كل شي بسم الله الرحمن الرحيم بعد البسمالة الاسم امال قديم الي كنت نسكن بقاطع خمسة وعشرين في حياة الرياض دور دربكاء الودايع انا والام ديالي والزوج ديالي انا داك الي انا اطلقش منه دا با تقريبين عامين هاد الانسان اللي قدامكم الان غتوجه واحد النداء النداء اللي هو قوي ونداء اللي هو صارم ونداء اللي هو معقول الى اولا وقبل كل شيء هاد النداء بغيت نقدمه من القلب الى القلب ومن الروح الى الروح الى ملكي 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 العزيز ملك الفقراء ملك المغرب اللي كان اعتزو به شخصيا وكان اعتزو به الشعب المغربي والعالم بأسره هاد الرسالة اللي غنوجها الملكي والله يزيد فى عمر سيدي اللي غنوجها لي شخصيا بش يعرف المعاناة اللي عانت بها هاد الانسان هادي والى الشعب المغربي والعالم بأسره كنت نسكن فى بقاسم قطاع 25 بحير رياض كان عندي منزل انا ذاك سمى مدت ديال 30 سنة وانا كنت سكن سمى انا والام ديالي اللي هي كاهلة فى السن المسمات بي سامو دفيننا الام ديالي اللي ناضلت عليها وخدمت عليها وخدمت عليها وجاهدت عليها وبنيت ليها ودرت ليها لذا نلت الردى ديالها الله يرحمها اللي وفاة هلمانية الله يرحمها بهذا المشكل هادا اللي تفقصات من اجله ومع ذلك كنت نصبرها وبقيت صابرة 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 وكان ناضل ولكن صبرت قادة يا الشعب المغربي يا مالكي يا مالكي يا الأسرة العلوية الشريفة اللي صبرت قادة من 2015 وانا كان عاني حتى الـ 2023 انا غنهدر غنهدر بالعامية باش يفهمني كل اللي قاري واللي ما قاريش الكهل العجوز الصغير الكبير غنهدر باش غنوصل للرسالة اللي هي قوية لهد الشعب اللي أنا منه الشعب المغربي اللي أحزن شعب في العالم وأحزن ملك في العالم كنت نسكن وكي شهد بياش قائد الملحقة أنا داك المسمى علي أول كبير اللي اعطاني شهادة إدارية وكي شهد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية عاشت الرياض أن المسمى أنا القديم اسم الأب أحمد بالعربي اسم الأم فينة سامود الحاملة العائلة متزوجة اللي اللي كنت ندير كنت ندير جيران في مرجان حير الرياض اللي كانت تسكن رفقة زوجيها الكائن بدور درابكا قطاع 25 حير الرياض إلى غاية يوم هدمه بتاريخ 2015 5 5 وقد سلمت لها هذه الشهادة للإدارية عندي جميع الوثائق جميع الوثائق جميع الوثائق جميع الوثائق لأنني الباب اللي كانت ترقه تنمشي عنده أي باب تنطرقه تقول يا أمل ستأخذي حقك كما ينبغي منهم القائد اللي أنا كان أعتز به وكيشرفني أني نذكر هذا الاسم عالي ها قال الكبير القائد ديال المنطقة القائد ديال ملحقة أنا دك القائدة اللي إذا بأولت عامل القائدة تجاني حنان اللي جاس عندي سال الضار ديالي وقاط يا أمل ستأخذي حقك كما ينبغي اللي طلع سيدنا اللي 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 فأولت عامل في العيل المحمدي أو الحيل الحساني جبونس قاط يا أمل سأخذي الباشا اللي انا مشيس عنده كمواطنة وكندليلي بالأوراق ديالي ولقائتي يقول لي امل غتتأخذ حقها شنو قللي يا امل غندير معك فقهيوه وغانه هدروه وقلت لي انت اداري وانا مواطنة نجي عندك المقاطعة نجي عندك الباشاوية انا ميمكنيش انا متزوجة نجي عندك القهوة ولا يشوفني الزوج يالي او 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 هنا هاد الباشا هاد الباشا شد معي الضد ما بغاش يعطيني مشيس عند مادم ازهار اللي امهير materikle اخلي مشيت عند الجيهان الموديرة لتميتل دخلت عندها عانيت غوت تقدم الملحقات غوت تقدم الداخلية دخلت عند السد ring cowboy نتقبلني استقبال مشيت عند المدير اخلي Labs دخلت عند هو كلهم استقبلوني ولكن بدون جدوى يعني كلامي كحبرون على ورق مما بطريت أنني نفضح هذا الشي كامل ونقوله من القلب إلى القلب وهذا الرسالة هذه كان وجدها السيدنا الله ينصره والله يزل في عمره والله يخليه لنا ويشافيه يا ربي نعم نعم أستاذ بالنسبة لن تحكي مشكلة تحكي مع الشخص يعني هذا الشخص هذا اللي هو الباشا يعني كان غرضه التحرش يعني كان التحرش يعني كانت يقولي أجل القهواء أجل كذا أنا ديك ساعات كنت يعني باش نتيما تستخدم أنا أستاذ أنا الباشا مني مشيت لعندو ودخلت لعندو وقلت له أنت أستاذ المزداوي قال لي أنا أعطيك الأستاذ القائد أستاذ أعلي بيقول كبير سيد ما سنقول لك ذاك المجهودة اللي درتي يقول لهم سيدا تستهل جدخل عندي تل المحل ديالي تل المحل السكنة ديالي ما سنقول لك كنت بانياء ما سنقول لك دار بمعنى الكلمة ليس دار صافيحية كنت بانياء دار بمعنى الكلمة اللي ما مدخله كل شيء مدخله ذاك شيء مقدع لحقوطة يقول القيد من يندخل ذاكي دار ديالك غسرت رزقي كامل كنت أنت وشي خمسالاف ذاكي بلوس الكوميسيون كنت جيرانت في مرجان حي الرياض غسرت رزقي كامل مع العلم أنني العائلة ديالي تقول يلا لما تخسرش فلوس غسرتين بغا نعيش اليوم ونسى غدا غدا عركينا الموت هاد الأوسطة هو المقدمية ودخلنا حال ديالي وقال يتبارك الله عليك آمل قلت له شوف أنا هاد المحل بنيته لي أنا وبنيت الأم ديالي اللي اديت الرضا ديالها ونلت الرضا ديالها اللي كانت هاد الأم ديالي اللي بقى في الحال أنها ما تسبب فقصة بهاد المشكل هذا وبقيت من عضلة وبقيت متشبتها بالعزيمة والإرادة وتنمشي تنطلع وتنمشي تنطلع وتنمشي تنطلع وخير دليل على ذلك يا مولاي أن رئيس الملحقة الإدارية الثاني عشر لحين رياض سلم لي هاد الشهادة بطلب للإدلع بها عند الحاجة ها هي شهادة إدارية ها هي أولا ثانيا أرسلت الدوزان في 2015 أو بلوتوغ 2016 ثلاثة ثمانية أرسلت الدوزان ها هما ما جاوبونيش نهائيا ولا منصت ولا معين بحدي تنطير أنا والأم ديالي اللي كانت تبرغ من العمر 73 سنة ها هي ها هو أستاد الحاجة الوحيدة هادو ورق ديالخدمتي اللي كانت خدمت مرجعا هادو شهادة اللي أعطاني الأستاد هادو الوثائق المطلوبة لتكوين ملف ملف الاستفادة عفوا من بقعة أو سكن لفائتة دور الصافيح لكي طلبوا شهادة عدم الملكية للزوج أو الزوجة اللي أنا أنا جبت حاليهم عقد الزواج مصدق عليه جبتوا ليه نسخة من بطاقة تعريف الوطنية الشخصية للزوجين جبت حاليهم شهادة الهدم مسلمة من طرف سيد القائد ها هي لسلفية ذكر بها ثم شهادة الاستفادة مسلمة من المديرية الجهوية للسكن والسكنة وسياسة المدينة اللي جهة الرباط سلع زمور زعير ها هي ها هي الشعب المغربي من 2015 وانا كان عاني علاش واش هاد الدنيا خوك شكون وعنك شكون وباك صاحبي ها واش نحن وهكذا ها واش ماليكنا لهومام سيعطيكم باش تخدموا هاد البلاد و باش مشوا باحسن وجه و باش تديروا كتنهبوا حق الضعيف وانا كان يعقل هذا كانت لهوا حق الضعيف باش تديروا لولادكم ولولاد ولادكم وبناتكم وبنات بناتكم اللي كانضان انا كانقول ما كانعممش ما كانقول البعض وكنسترح لها بخطين احمر اللي كانلقى فلان اكس او ايغغيق تيت قادة تلعشرين الف ذرهم او لمالان زيدوانا تلعشرين الف ذرهم عندو فيلا في حرية تلاتة عندو فرمة تديب الطعش اربعين فرمة عندو اربعين فرمة تديب الطعش عندو بزاف بزاف ما يتقال في هذا الموضوع من اين لك هذا يا أستاذ من اين لك هذا من نهب الضعيف من نهب الضعيف لانه ما عندوش مكسور مكسور جناح من اين لك هذا من اين لك هذا كفانا كفانا احتيالا كفانا كفى هادشي كامل خدموا بلادكم رحنا في أفوق 2025 2027 غايت ننضم عندنا كأس افريقيا للأمام و 2030 غايت ننضم عندنا كأس العالم ونا بلادنا احسن بلد احسن بلد في العالم ولكن كنصر بيا ولكن جنود الخفاء بعض اللي لم أعمم جنود الخفاء اللي كينيهبوه من هنا وكيدينوه من هنا وكيدينوه من هنا ما بغوش يخليونا نتقادوا مع العلم بأننا الحمد لله غادي نمشيوا في واحد المسيرة غزالة رغم أننا تحت ملك همام الملك محمد السادس نصره الله وأيده والأسرة العلوية الشريفة النزيهة ومولاي الحسن الثالث مولاي الحسن الحمد لله والحمد لله والحمد لله أننا أمان نعم والسد نعم نعم أكيد أكيد نعم أكيد الرسالة ديالي بغيت نوجهها الأولا وقبل كل شيء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الملك الفقراء الملك العظيم الملك الدولة المغربية العظيمة بغيت نوزي لي هذه الرسالة وكي نقول لي الحق ديالي الحق ديالي تطلبت فيه الحق ديالي تطلبت فيه بعدها معانات كبيرة ما بغيش نخرج هذا اللايف ولكن ما بعد بعد ما فكرت وفكرت بغيت نوجه له هذه الرسالة هادي ونقول لي أمالك العزيز تكسكت عرض سمحوا لي بزاف والله سمحوا لي بزاف لأنكم والله العظيم لأنكم لو تحظوا بي لو تحظوا بي لأنني الأم ديالي ما تتبع الفقضة من بعد ما تنهب لاحقاتها هي وخير دارينون على ذلك يا مولاي أن الأم ديالي كانت سامو دفينا اللي كانت تسكن بالقاسم في جيش الوداية في سكتور 25 المنزل دياله لا يا والمنزل ديالي هنا يا مقدرش نفرق ديك الأم تزووش تبقيت مع الأم ديالي ونلسر ريضة ديالها لماذا؟ لأنني الأم ديالي ما نكتبش عليكم جاتها بخيزك 500 مليون أما ولاي كانت تسكن لأني جوستا كنت تحسني الجنرال حسني مسليمان كانت عضل الأرض سمة ديال الأم ديالي هي أخوتي يا جوج سامو دريس والسامو دحمد لوذعته المانية مؤخراً جاتها تقريباً 500 مليون من بعد ما بعنا الأرض بعت الأرض بسمية درامي الميتر كاري شحل خدت منها يا مولاي خدت منها 40 مليون بليتو 41 مليون وتجينا الفريال خدت بها برطمة خالي واحد خده خالي واحد خده 250 أو 200 مليون وخالي الأخوار خده 150 مليون تقريباً أو 60 مليون والأم ديالي خدت 41 مليون وتجينا الفريال من بعد ما أنا هدل 41 مليون دخل فيها التعويضات ديال المحل اللي أنا بنيتوليها ومع ذلك الأم ديالي كانت مرة كبيرة تنصب عليها تنصب عليها وسنات مع العلمة والفاد ما أخدرش نقول لكم يا الله لدرجة أن القائد على قول كبير اللي كان وجهده وكان وجهده أحلى وأغلى تحية لأن داك الأساب خدم كقائد أنا كيشرفني يكون قائد خدم في الملحقة ديال حياة الرياض وكنت تقولي يا أعمال ما تسنيش الوالدة ديالك على 30 مليون أو 40 مليون الوالدة ديالك خستتسني على أكثر من هذا الشيء يا أعمال ومع ذلك الأم ديالي سنات لأنها ما عندي لأخوتين وعندي أخوتين وعندي أخوتين غير الأب ديالي كان عيش غير أنا وياها خافت الأم ديالي أخوتين يمشي وتمقبوها في الأرض خافت وأنا ما خافتش بكام ملة لدرجة أن الأم ديالي كانت تغدي لي وكالا كانت تغدي لي وكالا ودخلت معاها وكانت تقول لي ما أنا كان الوجه بغيت للبنت ديالي هي اللي تاخد الوكالة وتهضر بالإسم ديالي الأم ديالي اللي عندها يشوش بنات كينا أنا وكينا الأخت ديالي اللي ضاعت تايف حقها الأخت ديالي اللي مزوجة وعند أربعة الأولاد اللي أنا ما كان اهضرش معاها لو داد المشكل هذا لأن شغنقول ليك تنشنا وعانينا وبكينا وقاصينا في صمت في صمت يا مولاي في صمت يا مولاي وذليل على ذلك النموديل الإسكان والتعمير أنا داك دخلت عنده وكتلي أستاذ قال لي ما عندي ما ندير ليك واش من خمسمية وخمسين مليون تاخد الأم ديالي تقريبا تسعود وثلاشين مليون هل يعقل هل هذا ظلم هل شنوحنا واش هادة ظلم من بعد ما مرت وقصيت بالله لها دي ممرت نفسيا وغامرت ونادلت ونط طحت ونط من بعد ما الأم ديالي ماتت بالفقسعة وهو الوفاة ديال الأم ديالي وكل شي عندي يا مولاي ووفاة ديال الأم ديالي بأن الأم ديالي توفات في 2022 أو 22 في شهر ثلاثة ألفين وعشرين ها هي ماتش بالفقسة لألتنا بالأحقا ومخداتش حقا كما ينبغي مع العلم مولاي بأنك يقول لك لبكاري حظة مثل الأنتيين الأم ديالي مخداتش هاد الشي وأنا اللي كنت تنعي الأم ديالي من بعد ما كانت تتاخد كانت تتاخد تقعة الأب ديالي الأب ديالي اللي كان في الوكالة المستقلة للنقل الحضاري الله يرحمه وكانت الأم ديالي كانت تدير مربية بكترة المعقول ديالي كانت تدير مربية الأم دان أفغيل اللي كانت هي في حي الرياض كانت تجوز تكوطة يعني قريبة اللي احنا هادة الفير ما هادة الفيلا ديالها اللي خدمات معها 22 سنة واحد الرسالة غل نوصلها لك يا مولاي بأن الأم ديالي كانت خدامة كانت خدامة علد اللي غلنقولها يقيت شي ما نقولش ليك كانت خدامة عنده محمد الفاسي كانت كوزينية ديال محمد الفاسي اللي كان الأستاذ ديالي صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه وكانوا ما تعرفوش يقولوا في الناس يقولوا يا زهرة وملك الفاسي كانت خدامة علدها كوزينية ديالها أقسم بالله العلي العظيم وكانت تاني مع الطيب بن الشيخ كانت خدامة عن طيب بن الشيخ هاد الشي اللي ما عمرني قلتوشي واحد أنا كان قوليك يا مولاي وكان قوليك بأن الأم ديالي ما خدتش حقها مع العلم كانت خدامة مع هاد الناس وكانوا ديالين لها شا نقولك بين قوسين بحل المالقليل كانوا تيعاملوها لأن كانت يستاروت ديالهم كانت يناديوها بزهرة اللي كانت تقيم بحيا الرياض كيف يعقل أن الدرويش ما عندوش حقه؟ هل يعقل يا مولاي بأن الناس ما تشوفوش دراوش؟ هل يعقل بأن الناس كينة بوحك الدرويش؟ الناس را مالقاوش يا مولاي كي اللي كاري ما عندوش كي اللي مسكين بزهب ديال الحويش وواحد اللي عندو فيلات وعندو أراطي وعندو فيرنات وعندو ما تشوفش بالدرويش بل كيدس عليه كي يعفط عليه وكيزيد غير مبالي بيه أنا اللي كتشوفنيها مولاي الشعب المغريبي المعروفة بأمل قديم كنت جارنة في مرجال حي الرياض معه كنت معه مريكاني كنت خدمة معه مدة 11 عام بالمعقول ديالي ولا درهم كتنهب ليه بالمعقول ديالي كان مرجان قرب الارض ديالنا ومن بعد كنت تزوجت ووقفني الزوج ديالي يوقفي ووقفت طاعة اللي زوجي بيانسير واحد القضية مولاي الشعب المغريبي يا الشعب المغريبي واحد القضية غنقولها لكم انني خدمت بتثاني وخدمت بجد وخدمت من القلب إلى القلب معمرني منهبت حق شو واحد كنت نخدم البنات يجوا عندي كيفوندوز أسيستانت رسبونسا بالكلمة الإدارة بأن هذا الشاب أو هذا الشاب كي الصحة كي يخدم وكي يخدم معي وغادين في المسيرة ديالنا 11 سنة أقسم بالله العلي العظيم يا مولاي الشعب المغريبي لو كنت اخديت واحد المنصب أي منصب عادي لما رحمت الضعيف الرحمة دابة اللي جيت للمدينة عين عتاق أنا اللي كان اقتن بيها بمدينة عين عتاق والآن تلي صور معي الأستاذ مصطفى في البيت الأم المرحومة صابت فيه اللي خلت لي هذا البيت اللي كو مخلتش لي هذا البيت لكوناني في الشارع والحمد لله عندي رسقي وتنابت فيه لو جيت وسوولتوا عليا في عين عتاق وقلتوا آمل قديم ما كيش شي واحد غيقول فيها خيبة مدة 9 سنين كان رحم أيب أنتم الدليل على ذلك أنا قلسة معي الجوجبنات قلسين معايا كان رطف عليهم كي عندي كي ما عنديش علاج كيبقى فيا الضعيف إذا سوولتوا نعم خلي واحد شوية ارتاحي شي شوية لكي نختموها دليل آخر الكلام ديالك انتي من 2015 وانتي كتنادلي عن الحق ديالك وبيدون جدوى عندك أمار الله و أمار سيدنا أمار الله سبحانه وتعالى و أمار سيدنا يعني قلتي ويني غادي فكليه هاد المشكيهات كانت مناوي يعني من كل قلب يعني باش تأخذ الحق ديالك اللي تنادلك وهاد المعانات اللي عانيتيها من 2015 حتى 2023 وانتي كتعاني بسبب واحد مسؤول عادين بضامية نعم ونسيت مولاي واحد الكلمة غنقولها للشعب المغربي أنني كان سيدنا الله نصره ويزيد في عمره ويجعلوا لينا في هاد ماذا نقولك ولو أقسم بالله العلي العظيم ثم أقسم بالله العلي العظيم ثم أقسم بالله العلي ثلاث مرات لو أنا أنا اللي هي آمل قديم بالدم ديالي نفدي مالكي بأي حاجة نفدي مالكي نموت شهيدة من أجل وطني ومالكي وأنا كنت وعد بها أقسم بالله العلي العظيم ما نخونش وطني لقيت لك لو كنت ما كان هاد الباشا أو كنت ما كان هاد القائد أو كنت ما كان أو كنت ما كان ما نحرمش أي واحد ولا يكون الأب ديالي ما نجيش من اللي عنده حقون أعطيه ليه لو كانوا غير عشرين بحالي أو ثلاثين بحالي لو لا غعد المسيرة كما ينبغي ولكن يا أسفاه ثم يا أسفاه منعدمين الضامير اللي ما عندهمش ضامير الإداريين اللي هم اللا إداريين والمسؤولين اللي هم اللا مسؤولين وكنقول البعض وكنسترع لها بخط أخمر ما عندهمش ضامير مكي نعم قبل ما نختمو هاد الليب هاد نعم تقريبا شهر من الميتين يشوفك على المباشرة رسالة ديال الأخيرة بخطيصة يعني باش نقطعوها بلايب هاد الرسالة ديالي الأخيرة ليست الأخيرة بل الأخيرة وليست الأخيرة اللي كان وجهها للشعب المغربي وال الأمة جمعاء ومالكي مالك المغرب اللي أحسن المالك في العالم مالك الفقاراء مالك يحس بالدرويش المالك اللي يعلق هذا ويعلق هذا ويعلق هذا ولكن مالقاش معامل ركين الجنود خساء ركين الجنود خساء اللي كيبغو غراسهم وماتشيف كروش في الدرويش متشيف كروش في الناس اللي ما عندهمش وملقوا ما يياكلوا وملقوا ما يصرفوا الناس كاريين ناس مالقواوا له كن وجهها الرسالة للشعب المغربي والمالك ديالي لايك عم سيدي واحد القضية غنقولها بانا اخوتي كاملين خدامين معك مولاي في القصر الملكي واحد القضية ما بغيت نقول هل تشي واحد بغيت نقول انا شخص بغيت نوجه رسالتي انا لانا قدم رأسي مسؤولة على نفسي بغيت نقدم هادا الرسالة من القلب الى القلب انا عارفكم اخوتي المغربة انا هدرت شوية يعني هدرت ووصلت لكم هاد الميساج وكنت منى كانت منى كانت منى بدك الاياد الخفية الاياد الخفية تهدم شوية تهبط شوية كثانة ثم كثانة ثم كثانة وواحد القضية استاد غنقولها اخيرا شوية قصر مستطيع ابغيت نقول واحد القضية انا مشتبه للموقتها واحد القضية ووحد القضية ونكل سيدنا الله ونصره اذا كنت تعرف اكدال انا واقفه في الموكب ملك بشره وقامت بالله العلي العظيم وعندي بالدليل والبرهان وقامت بالله ونزل في عمر سيدي عاش الملك عاش محمد السادة الشافني الباشا قال لهم حيدوا عليها هذيك ستشوهني وقاموا عندي الناس الأمن وقالوا لي أمال قالوا لي قديم هذيك رللي معه أراه خوتها لعم في القصر وقالوا لي قديم حيدا قالوا لي هذيك ستشوهني حيدوا عليهم مبغيش لمشي وقاموا عندي لم تقصونيش أنا كنظر على الحقي فقاموا عندي عاش الملك عاش محمد السادس وجاءت واحدة لندروفيل وعندتني أنا والزوجة لأنا ذاك لأنا طريقته مدة عامين وعندتني منسمى وعندتني الكوميسارية لأقدال وقاموا لي وعملوني بمعاملة شوف شوف الطريقة اللي داروا لي وانا درت عصي بأنني محفاش وقاموا لي وقاموا لي لأقدال وقالوا لي تفضلي وقلسي وبدأت تصوروا فيي ويقولوا لي امالتي يلهيو فيي بيدمداز الموكب المناكي كنقول لي ملاء الخرج جابوا لي الماكلة جابوا لي الشراب المعزعماء جابوا لي ذاك شي كامل جابوا لي قلت لي ماذا؟ بغين تشريوني بهذا الشي بغين شريوني بالماكلة أنا ما كنت شلاش سيدنا غادي نشوفو وغا نوصل له رسالة وغا نقدم لي هاد الرسالة وانا الأمنية دي الوحيدة اني نشوف سيدنا الأمنية دي الوحيدة غين شوفو وبقى شي حاجة غين شوفو ونقول لي هاد الغالي اللي فيها الحاجة الوحيدة اللي بغيت هي نشوف سيدنا ونقول لي هاد الشي وقبطوني أنا والزوجياني وصوروني وقالوا لي امال غسمتنا وهذه تداز الموكب الملكي وصدوا الباب وهو يجي الكوميسير ديال 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 أقدال الكوميسير ديال الإدارة يجوا يقول لي يكتلها حقيها شنو 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 عتي كدار بهذه الطاغم اقسم بالله العلي العظيم شد سيله بحركة ويدل ليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاثة مرات وانا كالقول لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم من هاد السيد هذا اللي انهبني في حقي ومعطانيش حقي وكان وجه رسالة للشعب المغربي ما نخافوش وما ندهشوش وما عمرنا نسكسو على حقنا مادام أننا في حق ومادام أنا في دولة الحق والقانون مادام أنا في دولة الحق والقانون دولة السلم والسلام والأمن والأمان وتحت ملك همام الملك محمد السادس نصره الله وأيّده عاش الملك عاش الملك عاش الملك شكرا لك الأخت أمال شكرا لكل اللي كانت تبعنا في هذا البت المباشر إلى هنا نكتب في هذا القادر هذا ونقول لكم أستودعكم الله ولذي لا تضعوا هذا شكرا لكم